لما يجي يحارب النفس النفس اللي هو مركز الفكر والمشاعر والإرادة التي في داخل الإنسان والردود الأفعال فييجي يخوف الإنسان مثلا من الدينونة فالإنسان نفسه وأفكاره تبتدي تتبلبل وتبتدي تضعف ويبتدي يتعب نفسيا فيبتدي المشاعر بتاعته تضطرب الإرادة بتاعته تضطرب في أرواح من إبليس لها أسماء محددة زي مثلا روح الحزن يصيب الإنسان عندما يصيبه روح الحزن يكون حزينا يبتلع بالحزن ما يقدرش يتعزم ما يقدرش يستقبل أي فرح تلاقي على طول حزين يقول لك وقت الفرح راح مش قادر أن أنا أفرح روح الفشل تلاقي الإنسان الدنيا ظلمت قدامه أنت لن تنجح مرة أخرى روح الخوف روح الضعف ولما يصاب بروح الضعف يتضق في النفس فيسقط الإنسان في الخطيئة ده على دايرة النفس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر